في السادس من أكتوبر من كل عام وتحديدا في صبيحة هذا اليوم العظيم واليوم المبارك كلنا كده بيكون عندنا شعور مختلف بنشوة النصر والعزة والاعتزاز وبنسترجع ذكريات النصر وتحديدا فيما يتعلق بفترة ما قبل الحرب من 67 ل73 كان هناك همة وقوة وعزيمة في الجيش المصري أنه لن تتكرر هذه الكبوة مرة أخرى كيف تم الإعداد والتجهيز لقواتنا المسلحة تحديدا على المستوى العسكري في الفترة ما بين 67 و73 وغلا يعني زي ما قلت يوم 6 أكتوبر بيبقى يوم بنشعر فيه جميعا بالفخر مش باعتقد أنه زابط جيش سابق يعني أو متقاعد ولكن ده إحساس كل مصري يمكن أنا دايما بقول أن دفعتي من الكلية الحربية من المحظوظين أن إحنا لما تخرجنا كانت القادة المباشرين لنا هما القادة اللي كانوا في حرب أكتوبر يعني قائد الكتيبة قائد المجموعة قائد القوات كلهم كانوا من أبطال حرب أكتوبر فإحنا نهلنا منهم من العلم ودرسوا لنا كيف كانت 67 وكيف كانت الاستنزاف ثم 73 سواء كان على المستوى الأكاديمي العسكري كتخطيط أو على المستوى الشخصي من خبرات شخصية في هذا الفترة نقدر نقول أن في 67 زي ما حركت ذكرت لم تحارب القوات المسلحة فكانت كبوة أو سقطة أدت إلى ما حدث في 67 ولكن يجب جميعا أن توقف أمام براعة وقدرة ومعدن الجندي المصري اللي استطاع فيه وقت قليل جدا يعني 67 خمسة يونيو بعدها بخمسة وعشرين يوم كانت معركة رأس العش معركة رأس العش باعتبار منتمل وحرص الصعقة وقضية حياتي كله في الصعقة من المعارك حتى الآن قوات الصعقة اليوم الخاص بالصعقة أو اليوم العيد للصعقة هو موافق معركة رأس العش معركة رأس العش يمكن بساطة الأمر لا يصدقه من يسمع 30 عسكري فصلة صعقة استطاعت أن تتصدى اللواء مدرع بالكامل ولم تستطيع إسرائيل أن تدخل منطقة رأس العش حتى نصر أكتوبر 73 بفضل الله أولا ثم بفضل شجاعة وجرأة وإرادة فيه إرادة وعقيدة 30 جندي مقاتل فده يؤكد لنا أن فكرة معدن الجندي المصري معدن مش موجود على وجه الأرض أنا بتكلم بأمنا بعدها كانت مهم جدا الانتصار في العملية دي تحديدا في التوقيت بالتأكيد في التوقيت ده لأولا رفع روح المعنوية تأكيد قدرة القوات المسلحة أنا أقول لحضرتك برضو الأسلحة التي كانت مستخدمة في رأس العش كانت أسلحة معظمها كانت تحديدا في تيميديا المصر وكانت أسلحة متهلكة من الحرب العالمية التانية ولما جاء التطوير الجديد اللي هو الارب جي مركز سبعة ما كانش فيه أصلا أي حاجة ولا أي معلومات ولا دورة تدريبية لسه عبارة عن كتالوجات يمكن أن أقول لحضرتك أن الجنود والزباط هم اللي فكوا رموز الارب جي مركز سبعة وقت الحرب وابتدوا يعملوا زي تأهيل وتجهيز وإعداد في وقت اللزم واستخدموه في معركة رأس العش مما أزهل العدو الإسرائيلي من أين قدت هذا السلاح في هذا التوقيت في هذا التوقيت فده بيأكد لك أن احنا مهما كانت الإمكانيات أضعف بكتير من العدو ولكن هناك عقيدة رسخة في الجيش المصري وعقيدة في المقاتل المصري اللي هي النصر أو الشهادة ولا عودة قبل تنفيذ المهمة حتى وإن دفعت حياتي تمن المهمة ردود الفعل على معركة العش تحديدا باعتبارها كانت نقطة فارقة في أنه استعادة الروح المعنوية للمقاتل المصري وأيضا لشعب المصري الشعب كان مصطفي خلف جيشه ومعه في كل الخطوات الردود الفعل فيما بعد ذلك كيف شجعت قواتنا المسلحة على المزيد من العمليات وعلى التواغل وعلى بداية حرب للسنزال هو أولا معركة رس العش يعني الشرارة الأولى يعقوبها الإغراق المدمرة إلات بلنش يعني بصاروخ سطح سطح لا يمكن عسكريا بالحسابات العسكرية أن صاروخ سطح سطح يتضرب من لنش يخترق المدمرة إلات ويقسمها نصفين بالتساوي وتغرق في مكانها في أكتوبر 67 فكل هذه الأمور أكدت بما يدع مجالا للشك يدع مجال للشك أن الجندي والمقاتل المصري سوف يقوم بالهجوم يوما ما ولكن الأمر كان محتاج إعداد وتجهيز